السلام عليكم ومرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الطريقة الصحيحة لإيجاد الكتاب المربح على إيباي وبعدها كيف سنقوم بتحميل هذا الكتاب من المواقع المجانية فأولا إخواني يوجد هناك مجموعة كثيرة من الطرق ما عليك إلا توظيفها وتوظيف قليل من دكائك وستصل إلى طريقة الخاصة بك لإيجاد المنتج المربح وهذه الطريقة هي التي تفرق بين بائع وآخر في إيباي لنكون صريحين فالبائع المتميز في إيباي هو الذي يشغل عقله ويشغل المعارف التي جمعها يعني من هذا الفيديو ومن هذا الأخ ومن هذا الصديق ليضع فكرة خاصة به هي التي ستوصله إلى مبيعات أكثر إن شاء الله لأن كلما كانت الفكرة يعمل بها مجموعة من الناس إلا وتموت مع الوقت لذلك أخي الكريم دائما عليك بالجديد من بين المواقع التي تعطيك الكتاب المربح مباشرة يعني دون عناء فنجد هناك مجموعة من المواقع اخترت لكم من بينها هذا الموقع الأول ومن لا يعرفه فهذا الموقع معروف لكنه بمقابل هو وهذا الموقع الآخر يعني هذه المواقع تمنحنا من توجات مربحة مباشرة يعني دون عناء لكنها تكلفنا بعض دولارات فمن كان ميسور الحال فيتجه إلى هذه الطريق السهلة والتي ستدر عليه أموال كثيرة بدون عناء ولا مشقة وهناك طريقة لاستفادة من هذه المواقع بدون مقابل وهي الاستفادة من سبعة أيام التي يعطيها الموقع مجانا ما عليك إلا إدخال إيميل لبيبال خاص بك وسيعطيك الموقع سبعة أيام مجانا لتجربة هذا الموقع وفي هذه سبعة أيام يمكنك إيجاد مجموعة كبيرة من الكتب المربحة على إيبيل هذه هي الطريقة الأولى فأما الطريقة الثانية فهو هذا الموقع هذا كنز لجميع الناس التي تبحث عن الكتب أو التي تبيع الكتب فمثلا نجد هنا أحسن الكتب هذا الأسبوع فمن طبيعة الحال فهذه الكتب كلها مربحة فمثلا نختار هذا الكتاب نقوم بالدخول إليه ونقوم بتحميله بكل سهولة ننتظر هنا قليلا وهنا تستطيع أن تأخذه PDF هكذا فهو قد حمل بكل سهولة يعني هذه هي الطريقة الثانية فلاحظ معي أخي فالموقع يعطيك أحسن الكتب في هذا الأسبوع وكذلك بعض النيتشات الخاصة بالكتب تقافية أو طبية أو صحية أو إلى ما ذلك أو الكتب الخاصة بالتحفيز المهم لك الإختيار أو إن أنت لديك كتاب ما فما عليك إلا البحث عليه في هذا الأخانة وهو إن كان موجود في الموقع فسوف يظهر لك وتقوم بتحميله بكل بساطة كنتجية الطريقة الثانية أما بالنسبة للطريقة الثالثة والتقليدية فمثلا نأخذ هذا العنوان هكذا نذهب إلى حسابنا eBay نقوم بوضع العنوان يظهر لنا مجموعة من الباعة نبتعد عن المراتب الأولى ونختار مثلا هذا وهذا فالغرض هنا نحن أن نتجسس على البائع وليس الكتاب فمثلا هذا حديث العهد بـ eBay لا يهمنا نزيله هذا كذلك حديث العهد بـ eBay نزيله نذهب مثلا هنا نضيف بعض الكتب حتى نجد مبتغنة فمثلا هذا يظهر أنه بائع قديم في eBay يعني سيفيدنا جدا يعني هذا من أمريكا المهم الآن ندخل هنا هنا نكتب هذا البائع يقوم بإخفاء منتجات الخاصة به إذن لا يهمنا ننتقل إلى الآخر مثلا هذا ندخل إلى هذه الخانة إتم فورساب يعني المنتجات قيد لبيع ونختار من هذه الخانة هنا sold listing التي بيعت هنا تظهر لنا الكتب فأخي الكريم انتبه معي الآن الآن ندخل مثلا إلى هذا الكتاب انظر فهو قد بيع في هذا اليوم فهذا الكتاب بيعت منه قطعة واحدة نشاهد الكتاب الآخر حتى نجد الكتاب الذي بيعت منه قطعة كثيرة وفي مدة قصيرة مثلا في ثلاث أيام أو أربعة أيام الأخيرة فهذا المنتوج إن وجدت عليه هذه المعطاية بيعت منه ثلاث قطع أو أربعة في يومين أو ثلاث أيام الأخيرة فهذا يعتبر كتابا مربحا نأخذ العنوان الخاص به نذهب إلى هذا الموقع الذي شرحنا من قبل فإن وجدت الكتاب هنا فتبارك الله أو قم بالذهب إلى هذا الموقع وضع عنوان الكتاب وهنا سيظهر لك المجموعة من روابط تحميل هذا الكتاب معلك إلا تحميله وفي حالة ما لم تجد هذا الكتاب لا في هذا الموقع ولا في هذا الموقع فألك بالاتجاه إلى محبوب الجمال ندخل إلى جوجل نقوم بوضع عنوان الكتاب نضع ثم نضيف هنا تظهر مجموعة من المواقع التي تعرض الكتاب مجانا ما عليك إلا البحث في هذه المواقع وستجد هذا الكتاب مجانا وسترفعه على موقعك إيباي إلى هنا إخواني وصلنا إلى نهاية الدرس ادعموا القناة بالاشتراك وفعلوا الجرس حتى يصلكم الجديد دائما وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم ودمتم في رعاية الله موسيقى موسيقى